إذن مرحبا بكم جميعا ومرحبا بالأستاذ رشيد عبدالقادر أهلا وسهلا ومرحبا بك عليكم السلام وأهلا وسهلا بكم وكل المشاهدين أزعد الله صباحكم بكل خير وكل أيامكم يا رب وإن شاء الله جميعا ممتحنين مؤفقين بإذن الله تعالى إن شاء الله أستاذ رشيد قبل ما نبدأ الموضوع وندخل في موضوعنا قبل شوية كنا في رسالة بنتكلم عن موضوع الألعاب الأطفال بالنسبة لي وخاصة نحن الآن في فترة الإجازة والطفل بعدي وقت بره رأيك شنو في الألعاب الأطفال الموجودة الآن أو الأماكن حتى والله ده بره طبعا موضوع كبير شديد وهو أنا بقول إنه ده مشكلة كبيرة المفروضة إن الأسر تقيم قدامها صراحة لأنه بالأخص في الفترة دي باعتبار إنه جاءت فترة الإجازة وما زال طبعا كمان تحنينا الشهادة كمان حينجوا في الفترة بتاعة العطلة الصيفية بتمنى من الأهل صراحة إنه يراعوا الجانب ده وبلاش إنه دائما إحنا نجاهل الحتة بتاعة المراغبة المشكلة إنه كل الأماكن اللي بتجمع بس الأطفال مجرد الأطفال في حتة واحدة من دون رغابة دي حاليا بيقيت فعلا مش إنه شبهة وبس يعني لأنه في كتير منها مزبتة يعني بالوقوع إنها هي أماكن بتاعة استغلال للأطفال يعني وحدة من الوسائل اللي بيستقطبوا بيها الأطفال عشان يتم استغلالهم يعني من غبل راشدين أو بالأخص إنها هي يعني بتبقى فعلا الجانب بتاع الرغابة يعني ما في جهازاتة إنها هي بتحاول إنه تتابع الحتة يعني حتى لو كان فيها حياة أنا بقول إنه أي زول يعمل له مكان بيجمع الأطفال لابد إنه تتم مراغبته أول بأول وأنا بفضل إنه الأسر تحل المواضع دي وبلاش أصلا إنه الأطفال يمشي عشان بالاستيشن ده حاجة عادية جدا جدا ممكن الأسر تقتني بالاستيشن في البيت ممكن تحددوا زمن معين يا ريت لو مر الأب مر الأم مر الأخ الكبير الأخت الكبيرة تقعد معهم قيم قيمين زي ما بقولوا تجي مدعا ومنها تواصل أسلوب للتواصل بتستدعي العلاقة الجميلة بين أفراد الأسرة الواحدة جميلة يا صدر رشيدة يعني يمكن يكون في يوم من الأيام صح موضوع البيتسيشن بيقى منتشر ويمكن الآن من الأخير الناس بيقدر يتحول هذه موضوع التلفونات طبعا الليد وغيرهم أيوة يعني صحيح فيها مبارسة التلفونات نحن نتمنى أنه في هذا الصباح رسالتنا تصل لكل الأسر وتصل كمان لكل الناس في أنه يعني يساعدوا الأبناء أنه يستغلوا زمانهم إن شاء الله يا خليلح نخصص حلقة بالنسبة للإجازة وكيفية استغلال هذه الإجازة الاستغلال الحسن بالنسبة لأطفال إن شاء الله في تناية هذا البرنامج في الأيام القادمة نبدأ معاك صدر رشيدة مباشرة وأهمية الدعم النفسي بالنسبة لي أبناءنا الممتحنين في هذه الأيام بس قبل ما تبدأ صدر رشيدة الممتحنين دي كده خليها جانب حبة نمسك بس عن كلمتين الدعم النفسي دي دعم النفسي أي إنسان يمشى على الأرض ويحتاج للدعم النفسي أكيد طبعا بيحتاج الكبير بيحتاج للدعم النفسي والصغير بيحتاج للدعم النفسي الممتحم بيحتاج للدعم النفسي وحتى اللي بيعيش حياته من غير يعني أنه يكون في امتحان لأن الحياة نفسها هي امتحان للإنسان أكيد لأنه بتحتاج منه لقوة صبر ولفكر متسع عشان يقدر هو يتجاوز كل مراحلة بالتأكيد أنه يحتاج للدعم النفس عشان يقدر يواصل المسير ويمر بسلام الدعم النفسي حتى أنت بتقدم لنفسك الدعم النفسي بل استعانة أكيد بالله سبحانه وتعالى دي أكيد أنه إحنا بندعم نفسنا عن طريق الاستعانة بالله وعن طريق التوجه لله سبحانه وتعالى والإطمئنان وبذكر الله سبحانه وتعالى ألا بذكر الله يطمئن القلوب أكيد أنه إحنا دي ممكن نستشفى حتى من خلال كل الأحداث التي تمر لنا في حياتنا الإنسان كلما كان بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى كلما إزدادت العقبات وإزدادت النميحة وإزدادت التوترات النفسية الداخلية ويكون بالتأكيد محتاج للدعم النفسي ومن غير ما تلقى أي زول لما تحزب نفسك أنك ملت لذكر الله والاستعانة بالله بتلقى نفسك طبيعي دعمت نفسك لأنه ربنا سبحانه وتعالى واقف معك وخيره معين وسند طيب الممتحن يعني ممكن تكون تكالبت عليه مجموعة من الأشياء هو ممتحن في جانب أكاديمي ممكن حتى عمر الامتحان هو مرتبط بعمر المراهب صحيح صحيح فدي كلها باعتبارها ضغوطات محتاجة أنه يتفهم هذا الطالب صحيح الممتحن هو في عمر قليلة عنده الخبرات خبرات الحياة الحياة نفسها بيدركها بشكل مختلف تماما عن الشخص الناضج عشان كده مرات ممكن تكون في تفاصيل صغيرة موجودة في الحياة هي بتعتبر بالنسبة لو أكبر الأزمات النفسية الممكن يقوم بمرابعة يعني إحنا مواقف عادية حتى لو كان سلوك الأب تجاه ابنها أو الأم تجاه بنتها أو ابنها إذا كان بيستخدموا الصوت العالي مثلا في مجرد الكلام يعني إذا كانت ما في سياسة الهدوء والاحتواء للطفل دي بالنسبة لو بسبب له أزمة كبيرة ودي من وفق إدراكه للحاجة دي ما بيعطبيرها حاجة طبيعية لكن بيعطبيرها ممكن رفضه حتى لو وجوده هو ذاته دي واحدة من الحاجات الممكن تعيق حتى مستوى الطالبة والتلميذ في إنه ذاته يقدر ينجز بشكل يعني متقن بشكل كبير ويقدر يتجاوز الموضوع بتاع الامتحان والمشكلة ذاته إحنا الامتحان ذاته يعني قديناه عنه شنو يعني إحنا فهمناه شنو عن الامتحان الامتحان ده حتى الشخص الكبير مرات لما ما يدركه بيصوره سليمة بيكون بيخاف الشخص الكبير يعني حتى في مرحلة الجامعة في أي مرحلة المهيئة يعني لاستقبال مهيئة على حسب إنه هو بينظر للامتحان على أساس إنه شنو يعني إحنا دايما هي حياتنا كلها مش الامتحان بس يعني الامتحان وكل شي موجود في حياتنا ردت فعلا نتجاهه بتكون على حسب إدراكنا إحنا له ودهينا للمفروض نسلمه للطفل يعني من البداية إحنا بندعامل مع الامتحان على أساس إنه شنو هو إحنا بينفهموا شنو بينفهموا إن الامتحان ده شنو حاجة كبيرة وللأسف إنه إحنا مجتمعنا وإحنا كآباء وأمهات وكذا يعني بندعامل مع مسمى الامتحان أو معنى الامتحان بجانب إرهاب كبير شديد يعني الامتحان ده لما يجي الامتحان معناته إنت مفروض ما تعمل أي حياة غير إنك تقرأ الامتحان ده إنت المفروض حتى إنك يعني هو إنك ما تلعب وإنك ما تعمل حيات كثيرة محروم من كل شي حالة بتاعة إرهاب داخل حالة بتاعة إرهاب داخل بعدين وإنه لو جاب لو نقص كم درية أنا بدعامل مع الموضوع ده كيف دي كلها حيات بتترك رواسب يعني وتكون مقبوطة لدى الطفل باعتبار إنها هي مهددات متى ما ظهرت كلمة امتحان بتطلع كل الحيات دي للسطح وتصهر في شكل قلق في شكل توتر ممكن حتى لو كان قاري بصورة كويسة جوالامتحان ممكن يبقى كل حياة صحيح طيب ده طوالب يقولنا لسؤال مهم جدا جدا اللي هو ما هو الأسلوب الصحيح للتعامل مع الأسلوب يعني أنت الآن الترق للواقع بكل ما فيه من سلبياته بكل ما فيه من الجوالب الغير سليمة شنو الجانب الصحيح؟ الجانب الصحيح إنه إحنا من البداية نفهم الطفل أو نوصل للطفل إحساس إنه إنت محتاج للمعرفة يعني إنت محتاج لأنك بس تعرف صح تعرف ما عشان إنك إنت في النهاية عشان تمشي من الصفل كده للكده الموضوع ما يعني ما دايما ندخل الطفل من البداية في جانب إنه إنت دي جوانب أكاديمية عشان إنت تمشي في النهاية وتصل للحطة الفلانية لا لكن عشان إنت نفسك تمتلك المعرفة اللازمة عشان تقدر تعجباه حياتك لكن إحنا دايما بننظر حتى للمعرفة تعادنا على أساس إنه بس توصلنا لهدف معين إنه في النهاية إنت تصل للجاب عشان تبقى حاجة معينة لا لكن إنت ذاتك عشان تكون شخص واعي شخص مدرك شخص فاهم عارف إنت بتعمل فشنو تقدر تعيش حياتك بصورة كويسة طيب الحياة دي بيتم بناءة من بيتين من البداية من البداية يعني لأنه إحنا من البداية يعني الأسلوب بتاعنا ذاته بتاع إننا نخليه أتجول بنهيئ ولولا القراية وإنه يمشي المدرسة ذاته عبارة عن إرهاب إنك تمشي المدرسة ذاته إرهاب من البداية حتى بمرحلة الرياض يعني وتاني بعد ذاك بتجي مرحلة المدرسة بيبدأ الطفل حتى يتمرد والطفل ما حيتمرد إلا لو إنت أصلا ملقته كمان الشعور بتاع إنه كأنه ماشي لحتة هو حيتم فيها الانتغام منه يعني إحنا بالعكس إنا حتة جميلة وحتة ظريفة وفيها الناس كلهم بيعرفوا حاجات كتيرة خلينا أنت تمشي هناك عشان أنت تعرف أنت ذاتك عشان تكون زول عارف كل حاجة وتكون فاهم وتاني تقوم تفيد الناس والناس تعرف منك وتكون زي ما خلينا نضرب له مثل زي محمد عمر دا محمد عمر وكمان العلماء الأجلاء والأئمة يعني الناس اللي حتى غادروا الدنيا هم بصمتهم ما زالت موجودة في التاريخ هنا دي المعرفة اللي لازم يكتسبوها مش المعرفة اللي بتيع على أساس أنه هي أصلا كلها مليانة بالعاقبات وفي النهاية إرهاب يعني عشان حي يصلي مكان معين وهو اسمه كونزي ما هو الرسائل يعني مفترض تكون من الأسرة بالدعم النفسي رسائل تحفيزية تحفيزية مش رسائل تخويفية وحاجة للأبد صحيح في واحدة من النقاط الهامة جدا في كثير من الأسر زي ما ذكرتك قبل شيء يعني حتى بستوعد ولدها لو ما نجحت نحن حنعمل لك كده وكده بما أنه مفترض تهيو يعني تقول لي أخذت لو ما نجحت في النهاية المرة الجاية برضو حتعيجه تكون أجمل لكن لو نجحت في المرة دي أنت حتكون كمان متميز أكتر وأكتر فعلا وما نجحت هي زادة درس صحيح هي دي مشكلة كبيرة جدا يعني درس خلو يستفيد منه يعني إنه ما نجحت دي ما معناها إنه أنا أبقى له خصمي تاني وأجي أأنبه وأجي لا هي دي زادة درس درس إنه الحياة دي ما معشة بصورة واحدة صحيح يعني إحنا نقوم نستغلة ننتهيز فرصة يعني مش إنه نلغي عليه اللوم وإنك إنت عشان ما قعد تذاكر وإنت ما قعد تفهم وإنت عملت لك السبعة وزيمتها زي ما بقوله جبت لك أسادزة بالقروش ما عارف عملتك قريتك أيها في مدرسة خاصة وعملت 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 هي زادة أصلا القروش اللي بتدفع دي والمعلمين اللي بجو دي والمدارس الخاصة اللي بتود ليها طفلك ده في النهاية دي زادة ما كلها ما هي اللي بتغوض للنياح خالص ممكن تكون هي مفتاح بس وبالعكس ممكن تكون مدمرة أكتر من ما مش إنه مفتاح هي ممكن تكون مدمرة أكتر من إنها محفزة لأنك إنت في النهاية بتجي تقدم الحاجات دي بناء على رغبة كتة لكن ما بناء على رغبته وأسوأ ما في الحياة إنك إنت تقوض الطفل من دون إرادة من دون إرادة ومن دون ما يكون واعي هو أصلا ما شلوين طيب أنا دايرا وديك المدرسة الخاصة طيب فهمني ليه إنه المدرسة خاصة لأننا عارف إنه في مدرسة حكومية وفي مدرسة خاصة وريني المعنى الكبير الأعمق لأنك إنت عايز تقدم لي خدمة زي دي يعني ندير الحوار ندير الحوار وهو يفهم الغرض من كل فعل إنت بتقدمه له عشان هو ذاته تاني لما يكون بيتحرك حتى لما إيجي عشان يقرأ يقرأ عشان هو عايز يرفع راسك في الحتة بتاعت إنت عايز يكون شخصية لها مكانتها في العالم كله جميل جميل وليس فقط مجرد مرحلة بنتباه بيها أمام الناس في مرحلة محددة وخلاص طيب الكلام دا كله فيما يتعلق بممتحن موجود في بيت يعني فيه استقرار نفسي هو يحتاج الكلام دا كله فما بالك بشخص قد يكون موجود في نزاعات أو في مشكلات أو في توتر بين الأب والأم والأخوان حقيقة من أكبر التحديات فعلا الممكن توايه الطفل مش كمان إنه طفل تكون عنده الرغبة لكن النزاعات اللي بتحصل كمان جوه الأسرة ممكن تفغض الطفل أصلا الرغبة في إنه هو يعيش بصورة سليمة زيه زي الأطفال يعني يكون بحب المدرسة وبحب القراية وعايز ما كل المعانات اللي بتحصل من تجاه الأهل والنزاعات اللي بتكون بين الوالدين ممكن تقوض الطفل للنجاح يعني هاي عندنا نمازج كثيرة عانت في الحياة يعني وعانت من التوترات وعندنا أسماء أسماء ضخمة وعالمية فعلا من الأسماء الوضعت بصمتة في العالم ككل يعني إحنا عندنا حتى في علم النفس واحد من العلماء فرويد دا كان بعيش حياة يعني وسرية صعبة يعني ومع ذلك أصبح لو اسمه اللي إلى يومنا الحاضر هو بيستفيدوا منه بس بيشاطين يقول هو أدرك المشكلة وبيدري عالي أيوة هو بيحتاج إنه مشكلة وبس ما هو في مرحلة تمام بتعطي طفولة نمونة يعني أيوة وما زاد بينهم فيها وفكره لسه ما مكتمل تماما ممكن بيكون عنده اتجاهين إما إنه تقود للإصرار والعزيمة لإنه يتحرر ويغير الوضع أو إنه يمشي بشكل خاطئ وفي النهاية بيطلع عليه طفل منحرف طفل محبط جدا محبط جدا ومليء بالإضطرابات النفسية الفي النهاية بس تخليه يخسر نحن نواصل إن شاء الله لكن بعد ما نشوف النيل معانا من الجزيرة النيل سلام عليكم طيب اني المشأل لكن نتمنى إنه يعاود الاتصال لاحقا طيب النقطة دي لو فيها ممكن باقي فيها حاجة ممكن نكمل طيب ممكن نمشي لنقطة تانية في واحدة من الأساليب قاعدين نشوفها الآن أنا دارك تعلق عليه هل هي تؤثر على نفسية الطفل يعني جانب الأسرة في البيت وحرصها شيء تكلمنا عنه جانب المدرسة برضو قاعدين نشوف إنه الآن الطالب بيجي خاشي للامتحان في شرطة في احتياطات أمنية في غير من الأسازة ذاتهم في المراقبة النظر الكثير ده ممكن يأثر على نفسية الممتحن ولكن لا بد منه يا محمد صحيح هو لا بد منه لكن هل ممكن يأثر يا في حاجات كثيرة بتأثر في حاجات قبل الامتحان وفي حاجات أثناء الامتحان يعني قاعد تحصل الحاجات أنا أعتبرها إنه من الجرائم الكبيرة في حق الطفولة عموما اللي هي الطريقة ذاتة بتاعت المناهج والطريقة بتاعت التدريس والطريقة والكمية من المعلومات الكثيفة يعني اللي في النهاية ممكن تخرج لي الطفل راسه فاضي ويمكن ضل قاعد يحصل يعني في النهاية كله معلومة مرتبطة بالصف بتاعه بالمرحلة بتاعته قراءة تجارية الصف الأول بيتضغط بيتشحن من قبل المدرسة ومن قبل البيت بيدخل الامتحان بيكتب الحاجة اللي هو عارفة بيطلع موضوع انتهى بعدها صحيح لما نيجي للصفة البعدة بيكون الصفة الفات ما فيه حاجة وإذا فيه بيكون حاجة كده لا تذكر صحيح ويمشي وهكذا في النهاية في النهاية التغذية الراجعة اللي بيتحصل عليها يعني كمية المعلومات والفوائد الممكن تحصل عليها طالب المرحلة الجامعية بتكون ولا حاجة صح طيب يا سيدة رشيدة يعني هل يمكن الجهات المسؤولة بوضع المقررات والتفاصيل دي هي ما مدركة للكلام ده؟ والله أنا ما بقدر أعزين في الحتة دي إنها هي مدركة وتتجاهل الحتة دي ولا هم ما مدركين وغايبة عنهم لكن أنا بعرف حاجة واحدة بس هي النتيجة في النهاية محصلة ده القاعد إحسان أيوة أيوة وبعرف في النهاية برضو المقررات عاملة كيف صح وبعرف في الآخر برضو ظروفنا إحنا عاملة كيف اللي هي إنها هي ما مال شباوتي رسابتا صح طيب أنا في النهاية جيت وضعت مغرر كمية المعلومات اللي بيأخذها الطالب مثلا المرحلة السنة الدراسية بتبدأ يوم كده وبتنتهي يوم كده صح طيب المطلوب إنه أنا دي مادة ده كتاب المفروض إنه ينتهي منه في السنة دي طيب المفروض أراعي فيه حاجات كثيرة أول حاجة إنه هل الكمية دي فعلا ممكن تنتهي في الفترة دي وهل وبخد في بالي كل حاجة ممكن تحصل احتمال احتمال حدوث أي حاجة بعدين أنا المفروض أخذ نفسي في تساؤل أنا عايز الطالب إجباري ينتهي من المغرر دون فهم ولا إنه يفهم بالضبط عشان أنا أحدد ذاته الكمية المغررة أو الكمية الممكن يستوعبها لي الطالب ويطلع بفائدة في النهاية وما ده بيبين لنا ضروري جدا إنه يكون فيه تواصل بينكم وبين الجهات دي فعلا بعدين مثل امتحانات الشهرية الامتحانات الشهرية مهمة ليه؟ لأنه هي بتقسم أصلا الكتاب المفروض صح طيب حتى إنك بتضغط قدر كيف أكمية الضغط البضعة الرلة والطالب في فترة الشهر صحيح عشان هو في النهاية ينزل للاختبار الشهري جميل عشان أنا أشوف مدى استيعابه للحاجة الحصلة طيب طيب سادة رشيدة هل فعلا ولا فيها ضغط شديد؟ بس استأذنك مشاهدين الكرام أنه عندنا متصل إحسان سلام عليكم إحسان عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أسعر الله وأوغاتكم بكل الخير وأمنياتنا الطيبة للجميع الجالسين من الطلاب والطالبات بتحقيق النجاح وغطف السمار الطيبة بتحقيق الأمنيات بكل المجتمع ولكل المعلمين في ربوع السودان الحبيب فأجرع جميلاً ولو في غير موضعه فلن يضيع جميلاً أينما جرعه إن الجميل والطال الزمان به فليس يحفظه إلا الذي ذرعه ومن لم يزوق مرتعاً مساعداً تجرع الجحل طول حياته وشوف من أسباب الدعم النفسي الدعاء من الوالدين دعوات الوالدين من الدعوات المتجاة خاصة يعني كل ما يكون في التحفيس وأزع بالترفق والنجاح وابتمرارية في المذاكرة تحقيقاً لأن المجاح بيكون الدعم من الوالدين الحاجة الثانية يعني المعلم شخصياً معلم المادة بيكون هو أدل بالطلاب إنه يدعون نفسياً بتوضح الأسئلة بتوضح الأجوب النموذجية بإنه يعني تحفيس بيكون إنه المعلم بيكون أدل بإنه طلابه يكون ناجحين في مادته لأنه بيكون هو فعلاً بيكون حقك المجهود من أجله بذل يعني قصاب الضلاب لتحقيق النجاح الحاجة التالكة الدعم بيكون للطالب نفسه إنه كيف إنه هو داري يحقق ذاته بيعزيمة وبإرادة ولكل متحب النصيب فالدعم بيكون هو داري في النهاية المنفع للأسرة وللمجتمع وللوطن لما ينجح ويحقق المجهود أكيد المنفعة والمصلحة بتكون للجنيح جميل والحاجة الأخيرة الدعم ممكن يكون من المجتمع خاصة إذا كانت الأسرة مميزة بيكون في الأسرة في قصص واحد قبيب مهندس معلم شرطي بيكون يعني بالعلم فهو إذا يعني نعكس أكيد المجتمع بتنظر له بمظرة تلفية إنه بيقول له ما طلع لإخوانه البادي المقارنة يعني المجتمع عنده الدور الأكبر والأسرة وأمنياتنا لهم بالتحقيق المياح والثمرات الطيبة وإن شاء الله لهم التوفيق والسداد بإذن الله شكرا يا إحسان نقاط عديدة إن شاء الله بتعلق عليه لكن بعد ما نشوف النيل برضو النيل با مرحبا هل هو مرحبا عليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله نرحب بيك حبابك الله بذلك أتكلم عن المساقش المسيان بعد بعض الإنتحانات بعض الإنسان يصدع من الإنتحان وموع شرفا يلا يقول له أنني كده بيقول أنه يشيد كده وبين الضلاعي يعني تتعلم عن ماذا نعرف نعرف تتعلم يعني بيقوموا يراجعوا مع بعض مش كده أيوة يراجعوا مع بعض وضوالكم طبعا أنا ممتحة إزاعة الشياء أيوة تمام ربا نوفق أتكلم كان كيف الليلة يا النيل ما إلا إذن ذا كنا للبطة الإنسان ما استعجلت طلعت أخونا النيل؟ لسه زمن بدلي يا أخي لا عمى بكرة طيب شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا شكرا يا النيل شكرا طيب أكيد أخوتنا إحسان هي المتصلة الأولى وهي أستاذة يعني حتى مشاركتها ممكن أيوة نعم ذكرت عدد من النقاط جانب الدعاء من الأسرة للإبن بالتوفيق لواحدة من الأشياء فعلا هي ما شاء الله عليها يعني كفت وقفت زي ما قلتها يعني كلامها صحيح مئة مئة وفعلا بنحتاج لكن الجانب بتاع الدعم الطالب لنفسه أكيد إنها هي تربية يعني بالتأكيد إنه ما في طفل وما في شخص بيقدر على حتى الدعم نفسه ما لم يكن أصلا هو مشبع بنظام تربوي عميق يعني يعني بيعلمه إنه كيف يحاسب نفسه ويطمئن تجاه خطواته ويقدر يختار اتجاهاته بشكل سليم لكن أنا بشكره فعلا يعني كفته كلامها غاية في الأهمية صحيح طيب سؤال أخونا النيل إنه دام ملاحظ يعني كثير من الطلبة انتهى الواحد من الامتحان بيجي راجع بيذاكر مع ناس أنا قاعدته بشوف إنه الموضوع دم ما يضطرغوا له ليه لأنه في بعض الناس لما يحس بإنه هو أو يكتشف بإنه هو أخطأ كتير يعني في الورقة بتاعت الامتحان ما بيقدر يشتغل الامتحان الجاي ما بيقدر بنفس القوة وبنفس الدافعية إنه يقرأ ويستعد للامتحان البعده أنا شايفة إنك إنت في النهاية تكون واثق من نفسك تدخل الامتحان تمتحن تعمل عليك فما تضيع الزمن بره في إنك إنت تمشي تراجع الحاية اللي إنت كتبتها وكده وخلاص الحمد لله رب العالمين يعني خلاص بعد هذا الحصل حصل يعني بعد تنتهي من امتحاناتك في الآخر لو عايزت راجع راجع في النهاية إن شاء الله لكل مجتهي للمنصيب أكيد الكلام اللي قاله محمد قبيل إنه الجو الخاص بالامتحانات والتأمين الكبير ومراقبة الأساتذة وكل المسائل والأمهات ذاتنا السرامسة اللي بيجي بنها والفطور الجو اللي بنشوف الآن في امتحانات عنده أثر نفسي سلبي أم إيجابي؟ والله فيه والأثر الإيجابي وفيه والأثر السلبي اللي اثنين مع بعض يعني بالتأكيد إنه بيدعم كثير من الطلبة يعني إنه هما يكون برفقتهم يعني إنه الأهالي يساندوهم لكن إحنا كمان لازم نراعي في الجودة كله في أطفال هما ما عندهم أسر في أطفال أمهم متوفية فيه ناس أبوهم متوفي فيه ده ممكن نضيف جو من المعانا وعدم التركيز للجماعة الثانين ده داخل الامتحان يعني فيه ناس فاقدين أصلا الحتة بتاعة رعاية طيب المعلم هنا يعني هل يمكن قبل الامتحان الماتجي يتكلم مع طلبته لأنه في النهاية هو كان مرافقه سنة كاملة يعني هو علاقة أخوه بالنسبة لي وأكثر من علاقة أستاذ والطلبة صح وهي دي الحاجة أصلا مفروض تكون في كله في أي مرحلة من المراحل التعليمية يعني دائما المفروض أنه المعلم هو لفترة طويلة باعتباره أنه لصيق بالأطفال المفروض أنه عارف حتى نفسياته هي عاملة كيف عارف ظروفه هي عاملة كيف عارف مستوياته الأكاديمية ذاته هي عاملة كيف فالمفروض أنه يحتوي في الفترة بتاعت الامتحان أو الاختبارات حتى الشهرية لأن الحاجة دي أنا قلت أنه هي المفروض أن نربيهم عليها من البداية يعني أنهم كيف ذاته هيئوا نفسه للامتحان كيف يستقبلوها الاعتبارات أو المبادئ اللي المفروض ترسخ جواهم يعني يعرفوها بعدين الحتة بتاعت فيه ناس برضو بيهتموا بالجواري من المرحلة دي بتاعت الأساس بيهتموا بالجواري بتاعت جيت الكم الأول الثاني الثالث أنا دايماً قاعد أقول أنا واحدة من الناس الما قاعدة أتبع أتبع الحاجة اللي فأقول لكم هاسا اللي هي الجانب بتاع المجموع أفضل يعني المجموع أفضل من إنه قولوا جل 12-13 لكن فيه بمجموع كم يعني فيه يعني دايماً خليه الترتيب ما بدي الجراحة ما بغياس ما بغياس وما بديه لكن فيه ناس مرات حتى بيمسكوا أولادهم حتى في الحتة بتاعت الترتيب يعني إنه جيت الأول جيت الثالث جيت الثالث الرابع ممكن يكون مشكلة لأنه دايماً قاعد أشوفه يعني إنه جوا المدارس وكدا يعني من الأمهات طيب بالنسبة للمذاكرة يعني عايزين برضو ندي إشارة لها كنصايح نفسية في بعض الممارسات اللي قاعد تمارس والصح شنو بالنسبة للمذاكرة أنا التنبيه العايزة نبه ليه والأسر إنه إنتوا ما تستخدموا الأسلوب اللي إنتوا شايفينه بس يعني ما في حية اسمها إنه الولد دا والبيدي لما إيجوا على الامتحانات بكم يوم إنه لازم الوقت كله يكون قاعد قدام الكتاب بتاعه من غير حتى ما تعرفوا إنه نظام ولدكم أو بيتكم دا كيف أصلا كله إحنا كلنا بنختلف عن بعض حتى لو كنا داخل البيت واحد طريقتنا بتختلف يعني إنت أيها الأب أو أيها الأم يعني إذا كنتوا من الناس اللي كانوا ممكن إقروا بس في فترة منها والامتحان مثلا الشخص الثاني لا ولدكم ممكن يكون مختلف في أشخاص يعني شوفوا هون نظاموا ياتوا يعني في أطفال إحنا ما نقعد نجبر فيهون ساي نشوف الأصلا الطريقة اللي هي أصلا بتناسبهم الطريقة اللي هي أصلا بتنفع معنا الطريقة اللي هون نظام ما الشبير يعني في أطفال حتى ممكن بس مجرد الحصص داخل المدرسة بتكون كفاية إلعابوا الفترة كلها حتى لو كانت فترة الامتحانات في النهاية بيجوا في الامتحان بيشتغلوا بطريقة كويسة يعني إحنا ما نجي نلزم الطفل بأسلوبنا إحنا إحنا نشوف نحاول إحنا عندنا تحدي في البداية إنه نفهم طريقته عشان ما نقوم نقلق نفسنا ونقلقه معنا إذا كان من النوع الممكن يقرأ في الفترات بتاعة الامتحان ويستوعب بشكل كويس ويؤدي أداة كويس هي أصلا للامتحان يعني عشان كده إحنا دائما عشان كده أنا بقول إنه الفهم مهم شديد ومن البداية وأول بأول المتابعة عشان ذات فترة الامتحانات الزحمة دي ما كويسة صحيح فهم نفسية الطفل مهمة جدا في فترة الامتحانات نتواصل إن شاء الله ونشوف معنا مونة مونة سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله يا مرحبا أهلا وسهلا أنا بستكتر عن الطالب لما نكون السنة كلها بجرح ويجي أيام الامتحانات يقوم يعمل لبخ راس اللي هي اللي بكشي ذنه بربت معه ودي ما بربت معه يوتر الناس الحوالينه وعايزين التفسر من التجازة يعني كيف المراغد اتطرف مع الطالب ده من غير ما يوتر الطالب الحوالينه طمام شكرا والبخرات يعني موجودة يعني بالزمان أكيد هي ترافية وتريدك في ناس بيجهزوا ليه بالمناسبة بطريقة معينة وغيره طريبة بتختلف وكذا يعني وفي ناس عباغرة يعني في الطريقة بتاعة البخرات وهي بتعتمد على الدرجة بتاعة الزكاء الدرجة الزكاء يعني فعلا لأنها حيل عبارة عن حيل متعددة يعني طيب الرسالة هنا بتقول له منوبة الضبط يا أسود راشيدا بتقول له الطالب ولا بتقول له المسرار والله أنا ممكن أجمعهم كلهم أوريك له لأنه أي فعل بتصبقه يعني حاجة هي موجودة فينا مثلا أي سلوك يقوم بيه الطالب هو بتكون نتيجة لأسباب موجودة يعني فالأسباب دي وين يعني الخلط الطالب بعدين زي ما هي قالت إنه بيقرأ بيكون بيقرأ السنة كلها هل فعلا هو بيقرأ؟ هل فعلا هو بيقرأ؟ يعني ما معنى إنه الطالب بيمشي المدرسة وبيجي هو بيقرأ ما معنى إنه بيحضر الحصص ممكن إحضر الحصص قاعد فيها وإي شي بيجسده بس صح لكن ما مستوعي بأي حاية صح ده تساؤل محتاج لإجابة هل هو بيقرأ فعلا؟ لأنه لو بيقرأ فعلا وفي النهاية عمل البخرة في أسباب نفسية بتكون في البيت أو في المدرسة بتضغط عليه بتخليه في وضع بتاعتوتر مثلا شديد داخل الامتحان وهو بيحس إنه دي الحاجات الممكن تطلعه حتى الاجتهاد اللي بيتهدو في موضوع البخرة ممكن يوظفه في المذاكرة يعني لكن ما بتدفعه تاني الغرض النفسي أو المشكلة النفسية اللي هو بيعاني منها ممكن تدفعه صحيح عامل زي الأسلوب زي عندنا الوسواسة الغهرية اللي هو الفعل اللي بيكون قهري صحيح يعني أنت بتكون ما قادر ذاتك تسيطر على نفسك إنك أنت تعمله فما بتعرف الحاصل شنو ممكن يكون معلم حتى يعني معلم عشان هو مثلا مشاعره كويسة إياه المعلم ما عايز يخسره معلم ما عايز يكون هو ما عايز يرضيه على أساس إنه أنا متميز بمادة كده يقوم لأنه الغجدة وراه حاجات كثيرة يعني ما كلها بيكون الطفل إنه بس مجرد إنه بس داير يكتب على أساس إنه يطلع من الامتحان مرات في أسباب كثيرة في أسباب نفسية البيت ضغطه أو ممكن ما يكون بيقرأ من أساسه يعني على أساس إنه ما أشوش على بعض الناس في الامتحان أنا شايفة أنا شايفة إنه بشكل كده غير واضح للطلاب أشيل بس الورقة براحة بيكله بساطة شيله منه وأمشي بعد ذاك بعد ذاك بعد ذاك بعد انتهي الامتحان ويطلع دال تعال أتكلم معه وتفاهم معه وأنا بشوف إنه المرة الأولى يكون زي إنزار للطالب يعني يشيل البخرة ولا يشيل ورقة الامتحان ذاته؟ يشيل البخرة ما ورقة الامتحان وطبعا يعني طبعا إذا وجد فيه غشية حيطر إنه يعيد سنة كاملة يعني صحيح لأنه فعلا أكيد أكيد وده حاجة ما سهلة وإحنا ما عارفين ذاته إنت ما عارف ذاته إنه الزلضة الحاصل معه شيء صحيح أنا بتكلم معليش إنه ممكن هناك ديل ناس الوزارة ولا التربويين نظرتهم تكون مختلفة لكن أنا كسايكولوجيس يعني بعاني للجانب النفسي الممكن يكون بعاني منه الطالب وممكن حتى إنت لو لما انتأشر على الورقة بتاعته بالغلم الأحمر حتى ردة فعله النفسية ذاته تجاه الموضح يكون كيف مع إنه ممكن أنا أنا بدعه لأنه في البداية يكون ممكن فيه إنزار إنزار وما معلن لكل الناس الموجودين الموضوع يتم بين الشخص المزئول وبين التلميذ وعلى أساس إنه إنه تاني ويعرف ياريت يعني لأنه تربوي طبعاً يهرب ذاته المشكلة الممكن بتواجه الخلط الطالب إنه يرجى للأسل نعم في نقطة مهمة جداً أهمية وجود الخصائي العلاج النفسي واختصاص العلاج النفسي داخل قاعة الامتحاد الله ياريت 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 لو كان فيه اهتمام بالجوانب دي صراحة صراحة لأنهما ديل أطفال ومراهقين بدعيقهم حاجات كثيرة شديد يعني ديل بيقعدوا قداموا ركت الامتحان وممكن يكون البيت قدامهم يعني الحاصل فيه ما معروف حاصل في بيوتهم شنو يعني ما كل الطلبة بيوتهم مستغرة يعني وما كل الطلبة إحنا ممكن نحاسبهم على أساس أنت جانب الجانب الأكاديمي ذاته للطلميذ شايل معاه وفوق له وزيادة عليه وكمان حاجات كثيرة بيحملها معاه عشان في النهاية يقعد لك قدام الامتحان دا هو بيجد حتى الأسلوب إنك تتكلم معاه كيف مشيتك ذاته بين الطلبة في لحظة الامتحان هي ذاته تكون كيف الطريقة اللي انت بتدعم البعض زي ما إحنا هسا تكلمنا لما انت تلقى حاجة مخالفة لغوانين الغوانين جو غاعة الامتحانات بتتصرف كيف ردت فعلك انت تجاه الطالب أو الأسلوب بتاعك اللي انت بتدعم البعض مع الطالب لحظة يرفع لك يده مثلا عايز حاجة لأن احنا بنشوف مرات سلوكيات من المعلمين أو من المراقبين بتكون شوية فيها تهبكم كده عند أسر النفسي أسر النفسي بيكون صعب شديد بس في سؤال أخير سريع يعني هل الدعم النفسي بالنسبة للطلاب يختلف من الدعم النفسي بالنسبة للطالبات لا انا شايفة واحد لأنه مادام نفس الموغف بنفس المحتوى هو واحد هو واحد الثاني الدرجة بس بتختلف انه في زول ممكن يحتاج لدعم نفسي كبير في زول ممكن الدعم النفسي البسيط مجرد عبارات خلاص بتدي الغرض وفي ناس محتاجين بالجدء ان احنا دايما كل طيلة فترة الامتحان نكون نساندون وقاعدين اللي ينبون حسب حياتهم طبعا وانا كمان بشكركم وان شاء الله نكون قدمنا ولو حاجات بسيطة يعني انها تريح النفسي ان شاء الله ومتأذل المطلوب ان شاء الله تعالى